السلام عليكم مرحبا بكم وصفة جديدة من وصفات شيوات متنوعة مع بشرة جبت لكم لوليدتكم 3 أنواع جوج أنواع ديال كيك ونوع واحد ديال الماضلين راهم غزالين كيحمقوا في المضاق ديالهم بالنسبة لطريقة التحضير والمقادير راهم ساهلين وبساط متوفرين في كل بيت يعني عاجينة وحدة خالط واحد هنخرج منه 3 أنواع لو كنتي أول مرة كتشاهدي القناة اشتركي وفعلي الجرس باش أي جديد توصلوا بي وديروا اللايك الفيديو بزيدوا تشجوني وتحفزوني أكثر وأكثر بالنسبة لهذا الكيكات اللي غادي نشارك معاكم يمكن لكم تستعملهم بغرفة التلاجة كيبقوا مدة أطور هندوزوا طريقة التحضير بسم الله على بركة الله بالنسبة للمقادير هدو هم المقادير يعني ساهلين وبساط بالنسبة لكيسان دي العنبة حتى هدو رعدهم نفس القياس دي العنبة أنا دائما كنشارك معاكم بالكاس دي العنبة وكن أعطيكم العبار بالنسبة للمقادير عندي جوج كؤوس دي الحليم جوج كؤوس دي السكر سانيدة جوج كؤوس دي السيت وكن تعظر على هات الصوت اللي كتسمعوا أربع أكياس من خاميرة الحلويات أي خاميرة يمكن لكم تستعملوها وجوج أكياس من سكر فانيلا معها قبسة دي الملح ملعقتان كبيرتان من الخل أي خل متوفر عدكم تستعملوه وست حبات من البيض متوسطين أو صغار حتى وما ستا لكان كبير بسه فغتي تستعملو غير خمسة نحنا في الإناء غادي نستعمل آآ سكر سانيدة وفانيلا مع الملح والبيض بالنسبة للسكر سانيدة ستقولون بأن الحلاوة ستجيكم كثيرة بالعكس الحلاوة ستجيكم هي لستعملتوا جوج كؤوس دي السكر سانيدة ستجيكم الحلاوة هي لنقصوا السكر ستجيكم الكيكات شوية نقصين في الحلاوة وخطزين ستجيكم فيهم شيء إضافات حلوين ستجيكم هي في المدق ديالة صافينا ندرسة الخالط كامل ستطرب بالطرب الكهربائي باش نختصر الوقت يمكن لكم استعملوا الطراب العادي بالنسبة للطراب ما غاديش نخلي زعم حتي الضاعف الحجم ديال البيض والي تبدل لون ديالو غادي غير تخلط سكر سانيدة الدوب وغام دا نضيف الزيت بالنسبة للزيت كيف قلت لكم جوجكيسان غادي نضيفه تدريجيا وغادي نضيف معها الحليب دوك الإشارة اللي كتشتو من قبل ركن ولدي سما كان عارف لي غادي نصاب لي شيء حاجة كل مرة كيجي عادي كيقول يا ماما امتا غادي الطيبة ماما امتا غادي الطيبة لهذا السابب درستوك الإشارات لقبل لديالي مش بيجيش بين صافي غا نخلط الخالط كامل مع بعدياتهم ونضيف معهم الخل ومن بعد غادي نضيف الضقيق ولكن النوعية الضقيق را هاك تبقى مختلفة را مش بحر بحر ولكن را غادي تهزو حد كمية ديال الضقيق لان الخالط را غادي خرج لنا حد كمية هائلة من بعدها را غا نحيد انا طراب غادي نستعمل عادي باش نعرف كيفاش نخلط ونعرف حتى النوعية ديال الضقيق حتى نخلطهم كاملين مع بعدياتهم وغا تشوفوا معايا القوام ديال الخالط ديال الكيغ ومن بعد عادة غادي نضيف اربع اكياس من خميرة الحلويات وكن اعتادر على الازعاج اللي كتسمعوا هات الصوت صافي من بعد ذا بادرس اكياس من خميرة الحلويات انتو ما غا تشوفوا معايا القوام ديال الخالط كيف يجي ومن بعد غادي نقسمو على ثلاث الاجزاء كل جزء غا نديرو لي النكهة ديالتو مختلفة بالنسبة للتزيين الاخوات را كيبقى اختيار اللي كيبغو بلي ديالتو مولي الحاجة اللي كي تكون عزيزة عليهم يمكن لكم تستعملوا هاليوم في التزيين انا غا كا اضافة تكشي لي وجهت انا لنظاري غنشاركوه معاكم بالنسبة لهات فوكي المعصلة راني مش ريتاش راني فايس ما انا شاركتها معاكم ناس لغين عارفينك اتشاركتها معاكم بغير القشور ديال الدلاح ورا ديال اغرف التلاجة لتحت لما تيخسر متاشي حاجة الخالط الاول غا ندير لي هاد في غميسير ديال الشوكولادة غا ديالنخلطو وغا ديالنستعملو في الكواغ تاس ديال ديال المادلين او كابكيك ومن بعد غا ديالنشوفوا معايا الطريقة اللي درت دابا درت البلاستيكا ودرت وص من الخارط بجتني طريقة ساهلة وضغية عمرتهم الفران راه سخون وغندخلو على النار متوسطة وغا ديالنديرو حال الحوبيبات ديال الشوكولادة من فوق وندخلو متحمرة دابا غا ندوس طريقة تحضير ديال الخلطة التانية غا ديالنحاول اناني كطرها شوية لاناناني غا نصاوب بذكر الكيكات الصغار كي يكون المولات صغار ههنا غا ديناستعملها بالحامض يمكن لكم تتطحنوا الحامضة كاملة تعصرها وتستعملوها مع القشور ديالها انا استعملت بيجوش معاولق ديال حامض وانو ك هذه الحامض كيف ما كان عرفو حنا انو ك هذه الحامض كتكون شوية مجدة كتسعطين لمادق ديال الحموضة admirات السبhetto ولكن رجزتها وايرا خاطيرة في المادق ديالها خلطها مزيان كيف ملاحظت معي low products كنضيف كنضيف لحسب المولات الصغر اللي عندي مهم اللي متوفر عندكم في المولات يمكن لكم تستعملون انا دهنتهم بالدقيق ورشيتهم دهنتهم بالزبدة عفوا ورشيتهم بالدقيق دوك المولات الصغر اللي في الجن بغادي نحيضهم لانا غيبقى عليك الخالط بغادي نعاود نضيف وحدين اخرين في حالهم باش غادي نكملهم انا وريتكم غير الطريقة دي لتحضير لي وجيت ولكن انا كي جوزوين في المدق ديانهم غير جربوهم انا غادي يعجبوه لديتكم بحقيقة ركي يعجبوه حتى الكبار لانا فيهم نكهات مختلفة صافيهم ما يدو عمرتهم ما زال غادي نزيد شي وحدين اخرين غادي نكمل بيهم الخالط لانا باقي في هاد تعنيين انا درتهم بهاد المولات الصغر وغادي نستعمل من فوق منهم الفواكه معسلة اللي بغيتوا الفواكه معسلة تجيكم كاملة بينها من فوق غادي يطرشوها بشوية عدقيق ودديرها من فوق العجين باش كتبقى شدة من فوق او تديروا العكس تديروا شوية العجين وديروا الفواكه المعسلة وتحطوا فوق منها العجين او تاني من الفوق كتجي احتها هي طريقة زوينة ولكن راجاتوا واعرب هاد فواكه المعسلة جاتوا واعرا في المدق ديانا غادي ندخلهم حتى من الفراني تحمرو من تحته من الفوق بالنسبة له هادو غادي اللي هم من فوق هاد الكاوكاو ايفيلي اه بالنسبة لي عدد الفران صغير وغاي بقالي هالخالط في الكيك اتغطيها غير بالبلاستيك وتخليع لجلب وقلي طيبت الكيكات الاخرين غادي فهينا ما تخسر مواله في هاد الجو البارد هادية الطريقة زوينة باش بقاليك الكيك محافظة على الرطوبة ديالا بالنسبة له هادو كربقالية او تاني الخالط ضفت هادو شوية جوج كبار رجو كبار من هادوك كيف قلت لكم راه هاد العاجين كتعطيه حال كمية كتيرة وراء عاجين ركشتوهم عاجينة بسيطة وساهلين يعني مشيش حاجة كتيرة غير بالنسبة للتازين راه كيبقى اختيار اللي متوفر عدكم في البيت تستعملو او بلايش تستعملو بغير بحالة كيك. صاف البنات هادو همو الخالط اللي كدرت اللي كتشاركت معاكم من بعد غاد يندخلهم الفران يتحمرو يتحمرو ملتحتو من فوق بالنسبة له هاد الكيك وهادو غاد يندهنهم في الاخر بناباج باش كيعطو واحد لماعان بالنسبة اللي ماضلين رغان خليهم عاديين لان فيهم هو يبتع الشوكولات جوزوينين وادوك اللي ماضلين في حقيقة رات تكلوهم من اللونين معاك تعرفوا البليدات كيبقوا شي حاجة ديال الشوكولات. انتمنى الفيديو اللي حطيت لكم اليوم انا الاعجاب ديالكم. ما تصونيش باللايك وتبرطجوا الفيديو مع اهل اصدقاء بزيدوا تشجعوني اكتر واكتر. هادو وشكل نهائي بعد ما طعبوا. آآ درت ليهم تزيين يعني عادي هادو ديال كيك درت لي مغرب حدك الشوكولات الابيض كيكون حبيباتهم ضايرين. درتهم موصل الكيك. يمكن لكم تديرو كخيم شانتي لك انو كيبقوا وليداتكم كيبقى اختياري. ولكن درت انا هالطريقة باش يبقوا الوليدات المدرسة يبقوا في التلاجة. ووقت اللي يحتاجوهم كيدوهم معهم وركيجوا محمرين ومدهبين. وتشكركم جزيلا شكر على الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم والمشاهدة ديالكم. ومرحبا بالناس جداد اللي انضموا القناة ديالي. وتنقول لكم نلتقي فيديو اخر ان شاء الله. اشتركوا في القناة